معنا من لندن مراسلنا أشرف سعد أشرف إذن زيارة أولى للرئيس جو بايدن لبريطانيا ما أبرز ملفات هذه الأجندة؟ ملفات معقدة وتركة ثقيلة يحملها بايدن معه وعليه أن يعيد صياغة السياسة الأمريكية تجاه الكثير من القضايا سواء علاقات بلاده بالاتحاد الأوروبي وعلاقات بلاده بروسيا وموقفها من أزمة كورونا إضافة إلى كثير من القضايا الخلافية التي يبحثها مع قادة حلف شمال الأطلسي في بروكسيل ومع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أيضا والتي سيبحثها هنا في بريطانيا مع قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى نعرف أن مواقف الرئيس السابق دونالد ترامب كانت متباينة تماما مع الكثير من المواقف التي عاد بها ترامب مجددا إلى الأضواء ما يتعلق باتفاقية المناخ ما يتعلق بموقفه من إيران ما يتعلق بموقفه من روسيا ما يتعلق بقضية المهاجرين ما يتعلق بمكافحة الإرهاب كلها قضايا ربما بوريس جو بايدن سيبحثها أولا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اجتماع ثنائي في كونرويل جنوب غربي إنجلترا غدا ثم بعد ذلك سيبحث هذه القضايا قادة مع قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في القمة في كونرويل أيضا يومي الجمعة والسبت ثم بعد ذلك سيجتمع بايدن مع ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث في قصرها في وينسور ربما في زيارة ليست زيارة الدولة ولكنها زيارة يعني دعته الملكة إلى قصر لالتقاء به للمرة الأولى ليحضر إلى قصر الملكي في هذه المناسبة بالطبع ملف كورونا هو الملف الأبرز وسيكون له نصيب الأسد من المباحثات رغم أن القمة قمة اقتصادية في الأساس ولكن بالطبع فيروس كورونا سيتصدر أجندة المحادثات خصوصا مع مبادرة بورس جونسو رئيس الوزراء البريطاني بأن يتعهد القادة ووضع خطة لتطعيم كل سكان العالم كل سكان العالم بلد الثلاثناء بنهاية العام المقبل هذا سيكون مهمة ثقيلة على عاطق القادة خلال الاجتماعات في المملكة المتحدة شكرا أشرف سعد مرسلنا في لندن ترجمة نانسي قنقر